نكملنا مع بعضا يا شباب ان شاء الله يعطيش رائح العملي لهذا مثل ما؟ جاءدي دي سماهه برينيل تير يعني برينيل تير؟ يعني فيه قطع في منطقة البرينيام قالك القطع ده يمكن يكون بقى اخذ الإسكين فهنسميه برينيل تير أو برينيل تير ممكن يأخذ برضو الإسكين ويأخذ المصل التحتي فهنسمي ايه؟ هنسميه ثان دي جري هنسمي اخر حاجة عنه ياخذ الإسكين والمصل ويمتد حتى لحد. فاده نسمي ايه بس لغني اسكين شيانى pelos ايه خسر حاجه ممكن يحصل مع بس اي دريفيري لك لازم يكون في حاجه تانية يعني ايه? يعني مسلا لو هو فعنده فضغطت وهي نزلة كده عملت ايه? والله لو هو مسلا واحد نزل مسلا او اي حاجة ممكن يعمل ده. طب ايه تالي اتقال لك والله في مسلا حاجة زي زي يعني ايه? والله ده الحمل السريع اللي هو اخد اقل من ثلاث ساعات فنزل بسرعة فممكن يعمل ده. تمام كده? ماشي. في اسباب طبعا كتير ممكن تقول بقى اي اسباب. اسباب في البرينيال مسلا في اديمة او في ريجيديتي مسلا. كل دي اسباب ممكن تعمل البرينيال تير ده. تمام. هنا بيسألك على الاتوميكاليار. قلنا بيكون السكن. السكن والمسل. السير ديجري بياخد الانال اسفنكتر. تمام كده? ماشي. طب ايه? قلو نفس الاسباب اللي احنا يسألينها دلوقتي. تمام? ازاي تقدر تتجنب الكمبيليكيشن دي? قال لك والله هتعمل حاجة اسمها ميديولاترال ابيزيوتومي. اشميعنا ميديولاترال هنفهم دلوقتي? ونشرح دلوقتي ابيزيوتومي ونفهم يعني ايه ابيزيوتومي? وايه عنواعه? تمام كده بقى احنا كده خلصنا البرينيال تير. طب لو انا اللوقتي عندي تير. ازاي قدر عالجي التير ده? قال لك بشترة اللي قدامك دي اللي هي ايه? والله هعمل سوتشارز. هبدأ اخيط التير ده. تمام? يبقى الامج دي بتشو ايه? والله برينيال تير سوتشارز او برينيال تير ريبير. صح كده طب ايه سبب البرينيال تير ده? زي ما احنا قلنا قلنا مسلا لو 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 في مسلا توين. قلنا مسلا لو في كول ازباب اللي احنا سألنا في البرينيال تير دي. هده ازباب اللي جن صح كده. طب ايه اللي ستبس بتاع الريبير فاكرين احنا قلنا البرنيال تير قلنا الاول حاجة او الفيرست ديجري اللي هو بيكون واخد السكن ديجري بيكون واخد الماصل السير ديجري بيكون واخد الايه الكسينة الاسفنكتر صح? فاعدلما اجي اعمل الريبير بقى هخيط من جوه لبره صح? فاول حاجة خيطها اللي هي عندي الريكتال ميكوزة. الريكتال ميكوزة دي خيطها ازاي قالك هخيطها بانفرتد لومبرد سوتشار. يبقى كده صلحت الميكوزة. بعد كده عندي الاسفنكتر. الاسفنكتر اللي هو الكسينة الاسفنكتر ده هخيطه ازاي? قالك هقرب بتوع الانس. يبقى كده عليكت او خيطت الايه الكسينة الاسفنكتر. عندي بعد كده المصل. المصل هقدر يصلحها ازاي? قالك والله عادي خالص. تصليح مسل خيطها عادي خالص. انترابتد ايه? سوتشار زي كده. تمام. عندي بقى كده الفجانة الول. ممكن اخيطها يا اما عندك اخر حاجة بقى ايه? نقفل الاسفن. يبقى برينيال اسفنكتر. يبقى كده ايه? دي بتاع الريبير. بقى احنا كده صلحنا البرينيال تير. قلنا عشان نتجنب البرينيال تير بنعمل ايه? بنعمل حاجة اسمها ابيزيوتومي. صح كده? ادي سؤال على الابيزيوتومي هو. اول حاجة بسألك عليها ايه نوعين الانسيجن ده? قالك والله عندي اول حاجة ايه هو ايه? بحاولة وسع الدنيا عشان نتجنب ان يحصل تير. انا اللي بوسع كده عشان نتجنب ان يحصل تير. صح? فتفينه عين? قالك اول حاجة ايه بالميدلين والمديو لاترال انسيجن. صح كده? تمام. يبقى ايه متاع الانسيجن والله ده مثل ايه? الماديو لاترال. تبقى الانديكيشن والله احنا لسه علينا عشان تجنب التير. تبقى الحاجات اللي قتمكن تعمل تير. فوقي وتقتل الإصدقاء مثلي الكثير والإصدقاء تب هنا عايز يعرف مويزات وعيوب كل انسجن من دول تعال بوصد كده مع بعض اول حاجة ناخد لكن ده والله مويزاته ايه اول حاجة انا كده بوسع طوال اهو فايه فبوسع كويس تاني حاجة انه زيب بيبقى اولايل تالت حاجة سهل ان انا اعمله وسهل ان انا خياته رابح حاجة يعني مش بيقلم اوي يبقى اربع حاجات اول حاجة بعد كده بعد كده ازلي تيب اوتوبر فورم اند ريبير رابح حاجة ليس بنفول يبقى دي كلها المميزات هنا تبقى عيوب الناحية التانية يبقى العيوب بتاع دي عكس المميزات بتاع دي تمام طب ايه العيوب بقى بتاع الميدلين انسجن قال لك وضاء العيوب بتاعته ان هو ممكن يتحاول لكمبليت يعني انا قطعت اهو فممكن ده روح جاية مكمل كده ويتحاول لكمبليت ايه لكمبليت تير تمام كده بقى احنا عرفنا الادوانتج والديس ادوانتج بتاع كل الواحد طبعا ده ميزاته ان هو بيتحاول لكمبليت تمام كده طب ايه الكمبليكيشن اللي ممكن تحصل من ابيزيوتومي ده طبعا انا بعمل هنا جرح كاني بقطع هنا هو فالقطع ده ممكن يعمل ايه والله ممكن يعمل هاموريدش ممكن يعمل انفكشن ممكن يعمل يكون في بين صح كده ممكن لما اخيط بعد كده يحصل ايه سكار باد سكار او كده تمام كده بقى دي كل دي حاجات كمبليكيشن ممكن تحصل من ابيزيوتومي مهم برضو يا شباب العمليات المهمة عندنا الشكل اللي قدامنا ده دي ايه دي دي والله قال لك حاجة اسمها ايه كيوريتاج دي كيوريتاج صح كده طب ايه الانديكيشنز بتاع كيوريتاج دي والله اي حاجة ممكن تقول تطلع صح بس احنا ممكن نقسمها ونسهرنا عن نفسين قال لك والله الكيوريتاج ده ممكن يكون ويمكن يكون اسمها بيوتك دي اجنوستيحون ممكن يكون شخص بائه طول اي حاجة في النسه هتطلع صح ممكن شخص به ممكن نشخص به البيا ممكن شخص به الامانوريه ممكن انشخص بالانفيرتلتي ممكن شخص بالانف 그런 يعاني كل دروسه للنسه تقريبا صح ممكن نشخص به برضو او الكنيسر يوترس او الكنسر تابع كده يبعد ايه التسيحون Jude صtakوبitting ابقالك با裁 jemand п dans les سوي ايه مسلا او نوع ايه? ممكن برضو اقدر اشخص بي اه وعلك بالبليدنج زي ايه والله لو في ممكن نعالجه ده ممكن برضو لو فيه مسلا وعاز اعمل للابورشان ده ممكن برضو بالكوريتاش ده طب ايه في بائد حاجات مميازة زي ايه? ممكن عالجها بالكوريتاش عشان بيبقى فيه فاقدر شيري الفايبروزة ده و ايه برضو قالك لو فيه ممكن اخرجه او عالجه بالايه بالكيوريتاش يبقى دي الانديكيشنز قسمناها دياجنوستيك وسيرابيوتيك دياجنوستيك هتقوله النسا كلها سيرابيوتيك هتقوله بعالج بالبليدينج سواء ديسفانكشنال او لو فيه ابورشن ولا حاجة وقلنا الاشرمان وقلنا الميز دايوسي دي تب ايه الكمبيليكيشن والله زي اي عملي اللي هو ايه ممكن يحصل انفكشن ممكن يحصل هيمريج في دخلني في شوك صح ممكن يحصل اي حاجة فالانجري هنا ممكن تحصل ايه والله هممكن اعمل انجري للسيرفيكس فامل مسلا باتولاس انترنال اوس او ممكن انجري لليوترس فعمل برفريشن صح هنا هيكون فيه اناسيزيا فممكن يحصل الكمبيليكيشن اف اناسيزيا تمام كل دي ممكن تحصل بسبب كيوريتاش من العمليات برضو اللي عندنا اللي هو الشكل اللي قدامنا ده من الاسئلة اللي ممكن تيجي اللي هو ايه السيزيريان سيكشن صح؟ تمام تب هنا الشكل واحد ده ايه اللي هو ابر عادي بفتح من فوق كده عادي في بقى lower segment cazerian section ده اللي هو بفتح من تحت كده ده طبعا بيبقى ايه افضل لانه بيبقى اقل في bleeding اقل والاسقار بتاعه بيبقى ايه قوي عشان لو سألك الميزات ده عند ده تمام يبقى ده lower segment وده ايه classical cazerian section تماشي الindications بتاع cazerian section والله بقى ممكن تقوله اي حياتي طلع صح يعني مثلا ممكن نقوله نفس اذاب الابيزيوتوم اللي احنا لسه علينا اللي هو ايه في مسلا في مقروسوميا في مالبريزنتيشن الحاجات دي كله صح في مسلا multiple pregnancy اللي هو التوين ممكن برضو تقوله حاجات شوية حاجات من bleeding اللي هو في pregnancy اثناء pregnancy ازاة نفسه لو في مسلا anti-partum hemorrhage زي ايه زي بلاسنتا بريفيا زي الابرابشو بلاسنت كل دي حكنا بنقول فيها انه بنعمل cazerian section صح ممكن برضو في امراض زي breaklampsia والضعابة السملية دول برضو ممكن اعمل فيهم cazerian section تمام كده ماشي طب ايه الحاجات بقى emergency من دول emergency هنا قال لك ايه قال لك هنا مسلا حاجة زي زي breaklampsia بس cazerian بقى خلاص احنا قلنا برضو في التريتبنت بتاع cazerian cazerian انك تعمل ايه termination على طول ممكن تقوله برضو الابرابشو بلاسنتا طبعا اول حاجة تعمل على طول ايه ببقى في cazerian فتعمل ايه termination على طول زي ايه تاني برضو cordurolabs شرحناه عرفنا ليه الفاظا بريفيا كل دي اسباب ممكن هتبقى emergency cazerian section تمام الكمبليكيشن بتاع cazerian section والله ازي ايه ايكمبليكيشن infection hemorrhage injury injury ايه لمسلا surrounding organ ولا حاجة ممكن اعمل injury لبيبي صح complication of anesthesia مثلا نبص برضو عصر اللي قدامنا دي عبارة عن ايه والله باخد بايبسي من السيرفيكس فهسمانيها ايه cone بايبسي عشان باخد بايبسي كده بشكل ال ايه الكون فدي اسمها ايه cone بايبسي تبقى endication بتاعتها والله بشوف لو فيه cancer cervix ولا حاجة او فيه cervical dysplasia طب هل بقى في حاجة ثانية ممكن اعملها غير بايبسي قالك اه ممكن ااخد cervical smear دي اول حاجة باعملها اصلا ان ااخد smear صح وعمل له cytology طب ايه اللي ودنا ده بقى هو ده السيرفيكال بقى يبقى ده ايه التست ده والله باخد cervical smear طب ايه انديكيشن بتاعته والله او انا شاكك في CIN ولا حاجة صح او انا شاكك في carcinoma انسايتو فساعتها روح جاية عامل الاسمير ده لو طبعا الاسمير ده متحدد ليش الدرجة متحدد ليش هو CIN ولا 2 ولا 3 صح متحدد ليش برضو هل هو CIN ولا هو تحاول لكانسر صح يبقى كده متحدد ليش برضو لو حصل invasion يبقى كده قلنا بتحدد ليش degree ما بتحدد ليش برضو حصل invasion ولا لا تمام كده طب ايه الالترنتيب تست قلنا كلبوسكوب او ممكن ناخد بيوباسي صح كده طب لو كنا عملنا بقى كلبوسكوب هنشوف المنظر ده ده اللي هو ايه مثلا ده اللي هو فيه سيرفيزايتس اوه او في CIN صح في السكيومي كولامنر جنكشن عرفنا قبل كده ايه هي السكيومي كولامنر جنكشن تمامي لما يجلس اقل في الصورة ده هتقول له والله فيه هنا CIN او فيه سيرفيزايتس طب ايه السبب اللي ممكن يعمل حاجات دي هتقول له بقى الاسباب بتاع CIN اللي هم ايه قلنا والله لو فيه واحدة high sexual activity ما عملته والبارتنر مثلا لو فيه مثلا اا انفكشن زي ال HBV اللي همه 16 و 18 هل نسؤال ده برده قبل كده قلناه وقلنا مثلا لو ال HIV برده ممكن قلنا كل دي اسباب ممكن تسبب CIN طب الانفكشن هنقول له لسه اللي حاجتين اللي احنا قلناهم او التالة حاجت اللي احنا قلناهم اللي هو سيرفيكال سمير والكل بوسكوبي والايه والسيري كالب蒂ا يبسي نخش بعد كده برده برضه حاجه بتحصل في اليوترس وهيع الباي كورنية يوترس يعني باي كورنية يوترس يعني اليوترس بيكون من جزئين كده طب ايه السبب ان هو حصل باي كورنية يوترس ده احنا عرفين ان اليوترس بيتكون ازاي والله بيكونون فيهلك infrastructure وهم المثلين بيتكونوا يلاسونوا مع بعض وه mantle بهم باي كورنية يوترز ده فبالتالي اليوترس فارل 분يление ف жизнь زي ما هو. فسميناه يبقى هو ده شكل هو ويممكن يبقى بالهستوس الشكل ده كده جزئين. عشان حصل ايه لو جساك عالسبب ولا حاجة. طب الشكل ده هيجي بقى ايه? هيعني ايه اعراضه او ايه الحاجة اللي ممكن تيجي تشكي منها? قال لك والله تعال فكر كده مع بعض هنلاقي الموضوع سهل خالص. اول حاجة هيبقى لو لو البيبي بقى جاي يتزرع في الرحم مش هعرف يتزرع صح? فهيحصل ايه? انفرتيليتي. انفرتيليتي بسبب مشكلة في اليوترس. ممكن برضه يحصل امانورية او دي اسمانورية. طب كده يبقى دي اسباب كلها جانيكولوجيكا. طب ايه تاني? افضل طرد حصل حمل. لو حصل حمل. اللي هيحصل. قال لك والله الحمل ده مش يبقى موجود بشكل الطبيعي. ممكن يحصل مال البرزنتيشن اللي هو مسلا. صح? ممكن يحصل ريبيتد ابورشن. يعني باي كورنيت ده من ضمن الحاجات المشهورة انها بيعمل ايه? صح كده. طب ايه تانيه حاجة? قال لك والله كلما الطفل يكبر. اليوترس ممكن ما يسعوش. في يحصل بريترم ليبور. يبقى كومبليكيشن والله ممكن نقول له حاجات في الجاينا. زي الانفرتيليتي او اللي ايه? دي اسمانوريي. ممكن حاجات في الاوبس لو حصل حمل. احنا قلنا. بس لو حصل حمل بقى. والله الحمل ده ممكن يبقى مال برزنتيشن. ممكن يحصل له ابورشن. ممكن يبقى بريترم ليبور. طبم كده? ماشي. نبص برضو كده عصر الى قدامنا دي عبارة عن ايه? والله ده باي كورنيت يوترس. نفس الفكرة هو. في العمل البيكورنيت يوترس ده. ده. الانومالي دي والله بايكورنيت يوترس. طب ايه السمتوم زي ممكن يجي بيها? قلنا والله ممكن يجي بانفلترتي. ممكن يجيب دسم نورية ممكن يبقى في يبقى ابرشان ممكن يبقى في مالبرزنتيشن يبقى في بيريترملائيب وكل دي حاجات قلناه تب ايه التريتمينت. قال لك التريتمينت حاجات اسمها ميتروبلاستي يعني ايه ميتروبلاستي بخشقت الجزء اللي هو غزيت ده يبقى اسمه ايه ؟ ميتروبلاستي وعدل بقى الاناتومي بتاعي اليوترس تمام كده ؟ يبقى ده كده خلصنا البيكورنيات يوترس إذن المنزل يبدأ بده يقول بلاترال في التوبة تجمع فليوود في التوبة أسباب لم يمكن تسبب هذا الهايدرو المثال أشهر الحاجة هو الإنفكشن انظري الانفكشن مثل بلفك انفلاماتوري ديزيز او سيكشوال تنسيمتر ديزيز الحاجات دي ممكن تعمل ايه الهادرسالبنكس ده قالك ايه تاني قالك ممكن التيومر برضو يعمل هادرسالبنكس تمام تمام طب ايه الكلينيكال بكتشار اللي ممكن تجيبها ست قالك اول حاجة حتيجي تشتكي من بين وممكن برضو بمدسة شرج وممكن بقى تجيب كومبليكيشن زي ايه كومبليكيشن دي قالك والله اشهرك مولايشن اللي بممكن تحصل هنا ببقى فيه صح التيوب فيها مشكلة فمش قادر او ممكن يحصل الى تجيب كومبليكيشن هل تعمل تريتمنت الحالة دي ازاي؟ قال لك والله ممكن اشيلة تيوب خالص هنسميها سالبينجيكتومي او ممكن افتح واصلح المشكلة وبعد كده اخيات تاني هنسميها سالبينجيوتومي صحي كده اخدناها ورده في علاج الاكتوبك تمام يبقى ده البيلاترال هايدروسالبينكس نشوف كده ما بعض الاسئلة اللي عليه قال لك مثلا الباسولوجي وقلنا ببيلاترال هايدروسالبينكس الاتيولوجي قلناها الانفيكشن والكنسر والحاجات دي بيته من المشهورة برضه جدا المنظر اللي قدامنا ده عبارة عن ايه؟ ده البيزيكولار مول صح؟ او الحمل العنقودي ايه لو احنا هنجي نفتكر مع بعد كده التعريف بتاعه قلنا والله ده عبارة عن ايه؟ بنيان تيومور في تروفو بلاست بيحصل في ايه بيحصل فيه تضعافات كده كتير وبيحصل بيه برضو هيدروبيك ديجينيريشن يعني بيعبارة عن فيزيكيل زي كده مليانة ميه اللي سميناه الحمل العنقودي صح حبارة عن فزيكالز كده مليانة مية دي صورة تانية ليه برضه هو تمام كده مش حمل حقيقي يعني مفيش فيه تالي هارت ساون تمام وده طبعا من اشهر الاسباب اللي بيحصل فيه البليدنج في الايرلي بليجنانسي طب تعبقى نشوف مع بعض كده ايه اهم الاسئال اللي ممكن تيجي عليه والله بيسألك بيقولك ايه الباصوليش دي قلنا والله دي ايه فيزيكولار مول صح كده ماشي طب ايه المين سيمتومز افزيس كونديشن طبعا قلنا ان ده بيجي بليدنج ان ايرلي بليجنانسي صح طب لو عايز بقى تقول شوية حاجات تانية طبعا بيقولي اول حاجة ده بيبقى فيه الامينورية ده يلي علي ان فيه بريجنانسي صح بس طبعا طبعا بيش بيقى حملة حقيق ممكن بعد كده يبقى فيه الاحتجال ممكن اخلا حاجة اللي هو البين صحي بقى امينورية و bleeding وبين تمام ماشي بقى دي السيمتومز اللي ممكن تيجي في الحالة دي تاب ايه الممكن تحصل هينا طبعا ما فيش غنين مش هنقسمها بقى ماترنال وايه فيتال زي ما احنا متعودين لا هنقسمها ايه ماترنال بس طب هنقسمها ايه هنقسمها جنرال ولوكل جنرال هم تلاتة هيبر هايبر ايه والله ممكن يحصل هايبر سيروديزم. او ممكن يحصل هايبر امسيس جرافيديرم. او ممكن يحصل هايبر تنشن اللي هو البري ايكلمسي. يبقى دي. تلاتة هايبر كومبليكيشن. دول في الجنرال كومبليكيشن بتاع الفيزيكولار مول. طب ايه تاني? قال لك والله ممكن تحصل اللوكال كومبليكيشن زي ايه اللوكال كومبليكيشن الحاجات للمشهورة زي الهيمريج والانفكشن دول اشهر حاكتين. ايه تالت حاجة البرفوريشن. ممكن يحصل صح كده. ماشي بقى كده كومبليكيشن اسمناها الجنرال تلاتة هايبر ولوكال الحاجات المشهورة مزائد ميجنانسي. تمام? طبعا اشهر العلاج اللي احنا بنعمل هنا ايه? ساكشن ايباكوشن. صح كده? تمام. بقى كده خلصنا الفيزيكولار مول. نخش بعد كده على حاجتين في البرست. اول حاجة الصورة اللي قدومنا دي ده عبارة عن ايه? قال لك والله دي حاجة اسمها بريست بودنج. يعني ايه بريست بودنج? يبقى ايه? بريكورشيا سبيبيرتي. يعني بلوغ قبل الايه? قبل السن الطبيعي. تمام? فقال لك اديت الديفرنشال لاجموز. سؤال لك والله ممكن يكون كومبليت او انكمبليت. الكمبليت ده اللي هو ايه? اللي هو كل الحاجة بتاع البيبيرتي حصلت. يعني بيبقى عندها ايه بقى بيبقى عندها بليدينج بقى او دورة وكلام من ده. الانكمبليت حصل بس حاجة واحدة اللي هو التيلارك اللي هو ظهر عندها البريست بود بس. هذا الفرق بين الكمبليت والانكمبليت. تم ممكن نعمل اسسمنت او نعمل او ناخد هستوري ازاي? والله ممكن تسألها احلا كزا حاجة. تسألها مسلا تشوف بقى بقى بيات الحاجات ظهرت ولا لا? يعني مسلا حصل لها بليدينج او منسس ولا لا? تسألها مسلا عايز تصرف بقى اسها باللي حصل بريكورشيا سبيبيرتي ده. بتسألها لو هي بتاخد دوة او استورجن او اي حاجة. او هي اللي سببت دوت او في مسلا عندهم مسلا فاملي هيستوري. اللي ان هما بعندهم البلوغ بادري. تمام كده عشان اعرف السبب. أنا عشان اعرف السبب اسأل عن ادوية اسأل عن فاملي هيستوري. عشان اعرف هل هو كومبيت وان كومبيت اسأل لو فيه فجلال بلدينج او في منسز. واسأل برضو لو فيه اني بيو بيقور اكزياري هير عشان نشوف اي سبب تاني. تمام كده ماشي بقى اللي ممكن أخذو الهيستروري اللي ممكن أخذو احنا قلنا ممكن سعب البرتي ده ان في استروجين زياده صح فممكن قهيس مستوى الاستروجين تمام ممكن يكون فيه مثلا تيومر في البرين فمزود الفي اسي اتش او اللات فمحتاج برضو أشوف مستوى الفي اسي اتش واللاتش وأعمل برضو راديو ايميجي على البرين عشان أشوف لو في اى سيكريتولي ولا اى حاجة وأعمل برضو التراساوند على الاوفري عشان نشوف لو اي ديومر ولا حاجة بيفرز استروجين من الاوفري تمام كده يبقى انا بعمل التراساوند وبعمل سيتي مسلا على البرين عشان نشوف لو اي سيكريتوري ديومر اي اسم استوى ال FSH و LH و اي اسم استوى الاستروجين يبقى ده خلاصنا كده البريست بودنج تماشي في ايه ثاني قال لك والله في حاجة برضو في البريست المنزر اللي قدامه ده الصورة دي مشهورة برضو بتكرار كتير اللي هي عبارة عن ايه قال لك والله دي صورة اسمها ايه حاجة اسمها ايه جواكتوريصاlaughs في ايه افروز ليه لما انا هو اللي هو الجواكتوريصا تمام Gran passar طبعا الهرموني اللي بيعمل كده ده ده الجواكتوريصا تمام اللي بقى اللي ممكن يزود البرولاكتن ده طب بيقولك الاي اسباب اللي ممكن تزوده طبيعييه ان هو طبعا البرولاكتن ده بيخرج من الين بيطلع من الب اليوتريصح بالسلامة البي سي او برضو ممكن يزود البرولاكتين صح قولنا قبل كده برضو ماشي كل دي حاجات ممكن تزود البرولاكتين طب ايه هي السيمتونس اللي ممكن يجي بقى الجيلاكتورية دوت قال لك طبعا شبه البي سي او مثلا زي ايه زي الانفرتلتي زي الاماينورية كل الحاجات اللي هي بتاع البي سي او برضو ممكن تحصل هنا لان احنا لسا ان البي سي او ممكن اصلا يزود الهايبر بولاكتين فتعليبا نفس الاعراض تمام بس بي حاجات مميزة زي ايه طبعا او اشهر حاجة اللي هو الجيلاكتورية طب ايه ثاني لو هو طبعا فيه تيومر في البتيوتري ممكن يضغط مسلا على البصوي بتاع الفيجن فيعمل ايه فيجوال ديفيكت تمام كده طب ازاي بقدر تتدار التعالج الحاجة الهايبر بولاكتينيميا دي او الجيلاكتورية دي طبعا هتدي انتيبرولاكتين اللي هو ايه دوبامين اغنس اللي اسمه ايه بروموكريبتين او اسمه التجال برنوديل تمام كده ماشي لو فيه تيومر طبعا هتريموفو تيومر ده لو فيه مسلا ايه كوز تاني زي الدواء او ايه حاجة طبعا بتعمل ريموف او توقف الدواء ده بين الحاجات برضو اللي مهمة ونسايا نقولها في الالات المنظر اللي قدامها ده ده عبارة عن ايه بنعمل بيه الار او ام اللي هو ايه ارتفشيال رابشر اوف ممبرين طبعا انا ممكن اعمل ارتفشيال رابشر اوف ممبرين ليه ممكن اعمل رابشر للممبرين بمزاجي قال لك والله لو انا اعمل اعمل اندوكشن اوف ليبر يعني انا اعمل ابدأ الولادة لو فيه مسلا حالة خطر او اي حاجة لايه سبب بقى عايزة يسرع عملية الولادة ده فotomمكن اعمل اندوكشن اوف ليبر عن طريقة الايه تب اية ثاني قال لك والله لو في مثلا فاكسان لاب Capellae اللي اص puts him when he is stent تمام فانا بقى لما افتح واشوف الامنيوتيك في الليويد ممكن ساعتها بقى اقدر احدد لو في فيتل ديسترس ولا لا صح كده عشان اكد طبعا امانيو سنتيسيز والحاجات اللي احنا قلنا في الامانيو سنتيسيز تمام كده ماشي طب ايه تاريت حاجة قل لك والله احنا قلنا في حاجة اسمها بقيس البي اتش بتاع السكالب صح فانا بقى عايزة اعمل منيتورينج او لك المونيتور بتاع الفيتل اسكالب ببي اتش عشان اشوف في فيتل ديسترس ولا لا اقدر استخدم برضو الامنيوتيك هوك تمام كده يبقى دي الامنيوتيك هوك قلنا استخدماته ايه بقى عمل بيه ارتفشيار ربشر اوف ممبرين اللي هو ايه ار او ام تمام الانديكيشن بقى قلنا والله لو انا عايزة اشوف الديسترس بتاع البيبي سواء بقى اشوف الامنيوتيك في الليويد حصل في ميكونيا مستيند او اشوف البي الاسكالب ببي اتش عشان اشوف الديسترس بتاع البيبي من الحاجات برضو اللي معانا الشكل اللي قدامه ده عبارة عن ايه والله دي حالة اسمها انين كفلي يعني ايه انين كفلي يعني الشخص ده ما عندوش الاسكالبون ومعندوش برين ماشي كده يبقى ده انين كفلي تمام ازاي تتشخصه بقى طبعا ده كونجينيتان انومالي احنا فاكرنا ما كنا بتكلمه على الداون في التشخيص بتاعه اولا بنعمل ايه بنعمل والله امانيو سنتيسيز الامانيو سنتيسيز دي حالات المهمة جدا اللي بتشخص الكنجينيتان انومالي التريبل ماركر تيست تلات حاجات ايه بالله هتلاقي فيه ديكريزده هتلاقي فيه هتلاقي فيه ثلات حاجات تريبل ماركر تيست يبقى امانيو سنتيسيس وتريب الماركر تيست وحكتين سهلين بقى اللي هو ايه التراساون طبعا هلاقي ايه مش هلاقي برين ولا هلاقي سكال و ايه تاني لما اجعل بلبيشن كده من فوق مش هلاقي طبعا مش هحس اللي سكال او الفيتال هيد طبعا كده يبقى دي الايه الاني الكفري طب ايه الكمبيليكيشن بقى طبعا هو واحد ما عندوش برين هيجيلك بايه بانتراتورين فيتال ديس طبيعي يعني اشهر كمبيليكيشن كده الشخص ده مش هيعيش طبعا هو ما عندوش ما عندوش هيد فاشهر اللي هو الهيد بريزنتيشن مش هيبقى موجود فهيعمل ايه مال بريزنتيشن هينزل بوشه صحي كده بقى مسلا مال بريزنتيشن حاجات بقى عامة زي ايه والله بست بارتم هيمريج زي البولي هيدراموس كل دي حاجات ممكن تحصل مع الايه مع الانيك فقالنا طبعا اشهر حاجة عشان هو ما عندوش هيد فينزل بالفيس هيبقى عندو انت يوتراين فيتال ديس هيبقى ايه بست بارتم هيمريج او ايه او بولي هيدراموس تمام طب ايه تالت اسئلة ازاي تقدر تمنع دوات قلنا بنيدي فوليك اسل سبليمتيشن عشان ده مهم لعملية الايه الماتيوريشن تمام كده يبقى كده خلصنا الان انكفى ليه نخش بها بعد كده على شوية حاجات الليها علاقة بالبرولافس والجزئيات دي تمام اول الاصلاد معانا في الجزئ ده هو الصورة اللي معانا دي تبدع بارعا ايه قالك دي حالة اسمها يوتراين انفيرجن يعني ايه انفيرجن يعني اليوتراس اتقلب وخرج برا ايه برا الفجين تمام كده يبقى اسمها ايه يوتراين انفيرجن تمام ايه يوتراين انفيرجن تمام ايه يوتراين انفيرجن تمام ايه البريل سبوسنج فاكتور او زيس كونديشن قالك والله نقسمها حاجات ياما سبونتينواص يعني هو الحاجة دي حصلت لوحدها ياما ايه ياتروجينيك وانا بعالج او بتعامل مع الحالة مع العملية الولادة حصلت مني الحاجة دي تمام اول حاجة نبدأ بالليها الاسبونتينواص قالك والله لو حاملة سريع اخد اقل لم تلات ساعات الحالة دي ممكن يحصل معي انفيرجن للايه لليوتراس طب ايه تاني قالك لو فيه اكسسيف استريننج الولادة بتحزق قوي ففي الحالة دي ممكن يحصل ايه يوتراين انفيرجن ده ايه سبونتينواص بعد كده قالك اياتروجينيك يعني اياتروجينيك قالك وانا بتعامل مع السيرد ستيج بتاع الليمور وانا جاي عمل لها مانيجمنت عملت لها باد مانيجمنت يعني متعاملتش معاه بطريقة كويسة يعني مثلا جيت عملت مثلا مانور ريموفل للبلاسينتا فده ممكن يعمل لي ايه يوتراين انفيرجن هتقول له ايه والله عندي سبونتينواص زي اكسسيف بيرنج او بريسويتيت ليور عندي ااتروجينيك زي ايه زي المانوال ريموفل اوف بلاسينتا مثلا تمام تب ازاي تمنع الحالة دي قالك والله تمنعها انك تعمل بروبر مانيجمنت اوف سيرد ستيج اوف ليور صحي كده تمام فلو انت عايزة اعليقها سأعمل حاجتين وبعد كدة اعمل امانوال ريدوكشن زي ما في الصورة كده امانوال ايه ريدوكشن اوف زي اتروجس قد كده يبقى انت عالك guys اليورو ترى انفيرجن نخش على الحاجه اللي بعد كده قالها هي الصورة التي قدامنا دي ايه عبارة عن ايه بقى قالك طبالله دي فيرس دي جري ريتروفرتد فليكسي ديوزرس يعني ايه ماذا بقي اليتروفيرتد احنا قلنا الويوترس بيكون ايه مال قدام كده ده اسمه ايه una تيفيرتد فيليكسديوترس صح solوس في المرة اه ايه رايح فورورد كده تمام طب الصورة دي بقى اللي هو ريتروفيرتد يعني راجع لورا كده راجع باكورد ومش فورورد زيدي دي هنسميها ايه دي هنسميها ريتروفيرتد يوترس اللي هي معانا دي تمام يسبق هنا الوزيشن بتاع يوترس والله ده itroverted uterus تمام هي مرة أغلقه ده يكون في كونتون واسكره مع الفجان على طول تمام كده؟ ماشي تمام تمام المان عليك البروبلم ده غالباً ممكن يعمل infertility تمام؟ تمام يبقى المان المان هذا هي الـ infertility تمام 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 على أغلقه هل يمكن يكون فيه بين ممكن يكون فيه شوائد بين ممكن برضه يكون فيه congestive symptoms شوائد اه يبقى دية لجوجه هالسامتموز اللي يمكن تكون معلية الصورة قدامنا دي العبارة عن ايه? قالك ده عبارة عن يوترين برولابس قلنا قلنا عندي كزا ديجري قلنا اليفرس ديجري عبارة عن ايه? ان السيرفيكس نزل تحت المستوى بتاع الاسكالد سباين قلنا ساكن ديجري عبارة عن ان السيرفيكس خرق برا الفالفة قلنا السيرد ديجري ان اليوترس كله خرق برا الفالفة صحي كده؟ يبقى الصورة دى عمار عند التوراين بوري لابس ازاي بقى اقدر فرق بين second degree و third degree قالك بحاجة اسمها finger test يعني ايه finger test قالك بتحاول تقرب ال 70 بتوعك كده هتقدر ساعتها من خلال finger test ده انك تفرق بين second degree و third degree تمام كده ايه الحاجات اللى ممكن اعملها pre-operative عشان يعالج الحالة دى والله قبل ما نعمل العملية محتاج تعالج ال precipitating factor اللى هو ايه الحاجات اللى بتزود الانترا زي مثلا الكوروني الكاف لازم تعالجها صح لازم تعالج برضو الكمبليكيشن اللى ممكن تحصل صح زي اليوتي اي زي الانيمي كل حاجات دى محتاج تعالجها قبل الايه ما تعمل عملية ماشى طب بنخش بعد كده قالك الbreed sposing factor اللى ممكن تسبب البرولابس ده والله الbreed sposing factor هنقسمها حاجتين اما congenital اما اكوارد congenital دى يعني فيه ضعف في الصبورت بتاع اليوترس ضعف الايه اللى ايه اما انت مسلا يبقى congenital weakness للمصل اللى عنا صبورت صح كده تمام طب ممكن نقول مسلا الاخوار دى زي ايه والله واحدة بتحزق كتير لسه علينا فوق برضو فى البرولابس صح تمام ممكن نقول ممكن نقول ممكن دى برضو يسبب ايه البرولابس دى تمام كده ماشى بقى دى البرولابس فى البرولابس وبعد ما خلصنا التورام برولابس نخش على النوع تانى من البرولابس وهو الايه الفجانة البرولابس صح كده تمام طب انا عندي الفجانة البرولابس دى بنقسمه ايه عندك انتيرل وفاجانا لول برو إولابس Vietnam. المادر الانتيرولى في ايه? قال لك والله لو اليوريسرا يبقى اسمهو صح كده! او لو في اليوريسرا ويبقى اسمه ابت hyr UMGAll Pourather sauce البستيرولى mahdollون هذا الم gener supernatural انتيروسيل اللي هو而 деنتستن وهو في هو الريكتم صح كده فاجانا لول بعد عندي سيستوسيل واليوريسيروسيل والبستوريوفاجينالول عندي الانتيروسيل واليوريسيروسيل والريكتوسيل تشوف layout الصورة دي قلالك دي السيستوسيل تب لايه عيفت من نقي السيستوسيل لانها في التهيمي نقي في الانتيروفاجينالول وايه شفتنا برضه صورة قبل كده شبهها كده برضه ماذا هو الكوز الذي يمكن أن تعمل هذا السيستوسيل ؟ والله هي نفس الأسباب برولابس و نفس الأسباب برولابس ولكن هنا يمكن أن تخصص الترومة وستاتيك ترومة مثلا اكتسيف بيرينج و الحياة الأقوار وممكن أيضا تقوله لو حصل انجري في البلفس كل الأسباب بتاع البرولابس التي قمناها في اليوترس هي ممكن تكون هيئة هنا في الفجن حسنا؟ نعم؟ بخصص الترومات سهلة أولا وعندما تكون في الفجن فهضل في البلدر ممتاز فهي يمكن أن تكون هناك شيئة أخرى يمكن أن تكون هناك شيئة أسمة فهي في الفجن ثم ايه ثاني؟ يمكن أن تكون هناك في البلدر في ديفيرتيكولا يبقى كده أول حاجة أو ديفيرتيكولا كده يبقى دي و هكذا برضو فكل اللي جاي يعني مسلا عندنا الصورة دي ايه الشكل اللي قدامنا ده والله يتعام بص كده هنا الريكتم هو اللي نازل هو في البستيرو فجانا الول يبقى اسمه ايه ريكتوسيل تبقى الاسباب والله نفس الاسباب اللي احنا قلناها فوق تبقى ده في البستيرو صح يبقى بتاعه ممكن يكون البستيرو فجانا الول تبقيه تاني يمكن برضو الجاي لبرضو جاي لبعد اتنين في البستيرو فجانا الول جاي نخش عله قدامنا ده. ده ايه ده نهاية اللي نزل في وجانا الول. يبقى ده شو ايه شوال هي صح لا يبلغ الاسباب اللي احنا قلناها وتبقي الديفرنشة الدياجنوزز هنقول له. سيست امه. صح كده يعني أحنا كده خلصنا البرولابس. اذا الده بممكن نعلقه ازاي. قال لك والله البرولابس ده العلاجه اما كونسيرفاتفي اما عمليات صاح كده? تبسلنا من العمليات دلوقتي. ممكن كونسيرفاتيف نعلقه بشكل اسمها الشكل اللي قدامنا ده اللي هي ايه? بيسري. اللي هي رينج بيسري. تمام كده يبقى ده العلاج بتاعه ايه? والله الانديكيشن بتاعه والله لو فيه توراين برولابس او جينيتل البرولابس اللي احنا لسه قلناه دلوقتي. تمام. طب ايه والله قلنا لو في مسلا ضعف في المصل ضعف في الليجامينت. في زي قف ولا اي حاجة ولا اي حاجة صحي كده. تمام. طب ايه اللي بتصبرت اليوترس. والله قلنا زي ايه? عندك مسلا يوتروس اخر الليجامين. عندك كل دول تلاتة اليجامينت بي ايه? بيصبرت اليوترس. تمام كده يبقى احنا كده خلصنا البرولابس وعرفنا من على الجزء زي. تمام كده ماشي. نخش بقى على اخر حاجة معنا في الليلة دي. الشكل اللي قدامنا ده اللي هو ايه? يوريناي انه هو بدأ يهرب فده يوريناي انكونتنس. تمام? طب ايه الاسباب بتاع الوريناي انكونتنس? والله اشهر سبب اللي هو يبقى فيه في الاسفنكتر ده صحي كده? تمام ايه تاني? علق والله لو في ايه? في الصبورت. الصبورت مصر اللي هنا ضعيف. تمام كده يبقى مثلا في كونجينيتال ويكنس في الايه? في السفنكتر او فيه في الصبورت مصر. تمام كده? ماشي بقى ديكوز بتاع يوريناي انكونتنس. تبقى ديكوز. والله ديكوز ممكن تقوله الاسباب او الانواع المختلفة من الانكونتنس. زي مسلا تمام كده? زي ايه تاني? عندك مسلا اللي هو بيكون بالليل. عندك اللي هو حصل اللي اتملت فبدأت تنقط. ده اسمه ايه? او عندك بعد كده بقى اللي هو وعندك برادوكسيكال انكونتنس. كل دي ممكن تمشي. تمام كده? تبقى لك قولي ايه علاج الانكونتنس ده? قال لك والله في عمليات زي ايه? عندك حاجة اسمه تي في تي. وعندك حاجة اسمه تي او تي. وعندك اللي هي كيلز سوتشار او كيلز اوبريشن. تمام كده يبقى دي السيرجيكال ميسوس اللي ممكن تقولها له. تبقى الميديكال دراج اللي ممكن تعالجو بيها هنا. قال لك والله ممكن ال اي ار تي. اللي هو استروجين ريبليسمينت سربي. ممكن يكون هنا يعالج الانكونتنس ده. تمام كده احنا كده خلصنا كل حاجة بتخص البرلابس والانكونتنس. هتعمل ان شاء الله كنوا فهمتو. سبحانك الله وحمدك. اشهد ما لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.